موسيقى ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوكالة عين تيموشانت أبوابا مفتوحة على مدار ثلاثة أيام من أجل شرح المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والخاص بتمديد آجال جدولة ديون أرباب العمل إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية والاستفادة من امتياز عدم دفع الغرمات المفروضة على التأخير أروقة الأبواب المفتوحة للوكالة حضيت بزيارة وارعين تيموشانت ووفد من مداراء قطاعات دات سلة وكذا ممثلين عن أرباب العمل بالولاية من أجل تلقي شروحات حول التسهيلات المقدمة في كيفية جدولة الديون هذه الأبواب المفتوحة جاءت لشرح قانون المالية التكميلي 2015 خاصة المادة 57 منها لتدخل في إطار توعية أرباب العمل للتقرب من وكالتنا من أجل جدولة ديونها والاستفادة بالمقابل من الإلغاء الكلي لزيادات وغرامات التأخير وكالت عين تيموشانت سطرت خارطة عمل خاصة بها سخيرة لها فريقة من الإطارات والموظفين من أجل استقطاب أكبر عدد من أرباب العمل والتقرب الميداني منهم خاصة مهنية قطاع الصيد البحرية لما تتوفر عليها الولاية من منأين همين لصيد البحري الإجراءات التي استطرتها وكالتنا من أجل إنجاح هذه العملية تبدأ على العمل الجواري يعني العمل الجواري حيث اجتماعات دولية مع ممثلي أرباب العمل بالوكالة وكذلك التنقل إليهم خارجات الميدانية عن طريق المراقبين هذا وتواصل كناس عين تيموشانت برنامجها لاستقطاب أرباب العمل لمختلف القطاعات اشتركوا في القناة